بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الواحدة الخامسة الموازنة المرنة وتحليل الانحرافات هناخد تحليل انحرافات Direct Material يبقى Variance Analysis of Direct Materials يعني ايه تحليل انحرافات Direct Materials اللي هي المواد المباشرة بنجيب Total Variance الانحراف الإجمالي بيسوي Accuture Cost ناقص Standard Cost يعني تكلفة فعلية Accuture يعني فعلية ناقص Standard Cost يعني تكلفة معيارية ونكبر القانون الأكوتشل دي بتجي منين حكتين في بعض أضرب حكتين في بعض Accuture Quantity أضربها في Accuture Price يعني كمية فعلية كمية فعلية Accuture عن كمية Accuture Quantity يعني كمية فعلية وال Accuture Price سعر فعلية ناقص أفتح قص تاني الانحرافات 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 يبقى من ضرب حكتين في بعض الانحرافات الانحرافات مضربها في Standard Price دي لها كمية معيارية في سعر معياري طب مع ملاحظة ان الانحرافات Standard Quantity اللي هي الكمية المايارية دي Standard Quantity اللي هي الكمية المايارية بتساوي Standard Quantity Per Unite يعني كمية مايارية للوحدة مضربها في Actual Production الانحرافات الانحرافات الفعلي ونحلل الانحراف الى حكتين سناعي فقط انحراف كمية الى Quantity Variance انحراف كمية اللي هي تساوي Standard Price سعر معياري افتح قص الـ Quantity كمية فعليه ناقص standard quantity كمية معياري طب price variance بيساوي لو انحراف سعر بيساوي actual quantity كمية فعلية افتح قوس actual price not standard price لو سعر فعلي ناقص سعر معياري ناخد مثال suppose that الانتاج الفعلي 3000 units يعني واحدة standard quantity per unit يعني كمية معيارية للوحدة لها كمية معيارية للوحدة standard price standard price لو سعر معياري كان 20 SAR يعني ريال سعودي باي كي جي يعني كل كيلو جرام طب الـ actual quantity كمية فعلي 10,000 كيلو جرام والـ actual price لو سعر فعلي 17 SAR يعني 17 كل كي جي required calculate احسب total variance الانحراف الإجمالي ويحسب كمان انحراف الكمية اللي هي quantity variance والـ price variance انحراف السعر نحسبهم solution standard quantity اللي هي كمية معيارية بتسوي standard quantity per unit كمية معيارية للوحدة مضربة الـ actual production الانتاج الفعلي عوض كده دي كلها معطيات يبقى 3,000 يبقى 9,000 كيلو جرام نجيب total variance نرجع تاني القانون تاني actual cost ناقص standard cost الـ actual quantity اللي هي الكمية الفعالية كانت معطى بـ 10,000 ضرب الـ actual price سعر فعالي كانت معطى بـ 17 ناقص الـ standard quantity كنا حسبناها بتسعة تلاف اللي هي دي كنا حسبناها بتسعة تلاف والـ standard price كانت معطى بـ 20 نصف فيها 170 ناص 180 ألف تطلع 10,000 F أما يكون بالسالب F F يعني favorable variance يعني انحراف favorable مفضل انحراف مفضل يعني يعني انحراف في صالح المنشأة في صالح المنشأة هنجيب انحراف الكمية quantity variance انحراف كمية اللي هي بيساوي standard price standard price كان معطى بـ 20 نفتح قوس اكتشال quantity لكن مية فعالية كانت معطى بـ 10,000 ناقص standard quantity اللي حسبناها بـ 9,000 نصف فيها تطلع 20,000 U U يعني unfavorable variance يعني انحراف غير مفضل غير مفضل يعني يعني في غير صالح المنشأة في غير صالح المنشأة price variance اللي هو انحراف سعر كان عندي actual quantity كانت معطى بـ 10,000 والactual price اللي هو السعر الفعلي 17 و standard price كان كام 20 يطلع 30 F يعني favorable يعني مفضل تب تأكد حل صح والغلط نجمع انحراف quantity variance مع price variance زي ما نشوف كده quantity variance كان 20 بال U والprice variance 30,000 بال F الاشارات مختلفة يبقى نجمع وناخد اشارة الكبير يطلع 10,000 F هو نفسه total variance انحراف الإجمال ترجمة نانسي قنقر